مو هو نزل مسدسه عن فرحات لما شافني هنيك بالنسبة إلي قال كل شي كان بده يقوله ورجعني إنه فيه تخلى عن كل شي مشاني أنا حتى إنه قدري تخلى عن تار علي مشاني أنا تخيلتي الموضوع اختارني إلي وتخلى عن أهم شي بالنسبة إلي بعد اللي صار أنا ما عندي شك بنا بصراحة يا بنتي ما بعلم شو بدي أقلك بس المهم تكوني مرتاحة آه ها تبدي أمي خلينا نحكي لوحدنا خلص احكوا أنا راح روح صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك تمنوني كيف صرت إن شاء الله أحسن إيه يعني؟ كيفك يا روحي يعني كأنه بعد ما نعمت ورتاحت صارت أحسن شوي اليوم هيلة عليك كتير حلوة شكرا إليك شكرا مرة تاني لا تأخذني لازم روح في زبعي الناطرين اتأخرت عليهم وليه همك بعدين أنا مضيف طبعا حبيبي تفضل فوت لجوه أعدوا وخدوا راحتكم مع السلام يلا بشوفكم المساب خاطركم أنت منيحة جميلة؟ أنا أنا منيحة خليني يشوف حرارتك بدر ضروري نحكي شوي وأنا في شغلات بدي أحكي لك إياها عادي تصلحت علاقتي بأمي وأخيرا أعلنت إنه هي مانا معارضة لزواجنا مبارحة المساق جيت لعندي وحكينا شوي قلتلها بصراحة أنا قديش بحبك حكيتلها عن جميلة اللي بعرفة وليش اخترتك قلتلها إني تعرفت على البراءة معك أنت وإنك أهم شي بحياتي كلها في تطورات منيحة تطورات منيحة تطورات منيحة شو بديه؟ شو بديه؟ شاية مش عم تقص شعراته هون والله لا يجيبها معناها في مصيبة على الطريق مين قارط لها شعر هيك؟ مين اللي عامل فيها هيك؟ ما سألتها ليك وعد سألية تركية خلصينا الشاي جاهز؟ دعيه وبيك مجاهز شعرك نضيه؟ شربي شاي؟ كيف بدك أصل لك ياهو؟ ما بارث رح أعطيك الموديلات لشوفي يوم يبقى إياه بحياتي شكراً كتير إليك هم حاول إتكيف مع حياتي بجديدة مهند حتى مع لي يعيش بهالحارة هون رح نشوف بعضنا على طور أنا كنت بعرفي منيح أنك ما رح توافقي لما طلبتك للزواج لأنه قلتلك فجأة والفكرة أجتني فجأة كمان وما كنت عنفكر بهالشي يعني فيك تقولي ما كنت مخطط بس أنت فاجأتيني بسرعة رفضك أكتر ما توقعت لأنه حتى ما فكرتي وحكيتيلي بوقتها عن المثاليات اللي برأسك أوه شو كان عندك أفكار وشو حكيتيلي عن الحب والصدق حساتك قداء أنت واعي وبتفكري أكبر من عمرك أنت اللي خليتيني أحلم وخليتيني فكر أني أمتلك هالأفكار هدول بعدين أنت قلتي خلينا نتزوج وقلت اللي كنت قاطع الأمل منك وما عم فكر ووافقت ع طلبك لأنه كنت بعرف أنك مستحيل تأخذي هالقرار بدون ما تكوني فكرة واثقة منه ولأنه أنت ما بتأخذي قرار عشواري وأنك ما عم تلعبي معي ابنه قدر كان لازم كافح وأتعب مشان هذا اليوم ووصلت له قدرت أقنع أمي برأيي وهلأ ما في حدا بنغرس علينا ابنه حابنا نفصل عندك أكيد عم تمزحي أنا حاولت إشرح لك بس أنت سكتني وقلت لي أنك مو حابب تسمع عن أي شي صار بالماضي أنا ما بقدر استمر معك مؤيا ما يكون عم وصاني صار لاشي قالوا نعم أنت لوين بدك توصلي من ورها الفكرة المجدونة عفوا الفكرة رح أسمح لك به الشيب و هيك فاهمني شو صار لك عالصباح أنت اللي فاهميني كيف بدك تعيشي بالبيت وكيف بتوافي على الشيب وعلا بدك تضل بيوش اللبانة على طول يعني لك وين بدي عيش شو الله موفر معنى عليك لك جميلة ما عرف منك الجواصتي بدر حتى تدعجيني بس ما رح أسمح لك تجي عالبيت عم تفهمي ما بنينا نعيش تحل سعب واحد شيني أتفكرة من راسك لك والله ما في هيك شي من وين عم تجيب هالكلام أنت ما رح أسمح لك تعزمينا ونزعين نعيشتنا بعد الشي اللي أنت عملتيه على فكرة أنت جنات مؤيض توقيتك غلطة كثير أنا كنت رح بالشرع شو قصدو بدر بظن عرفان أنه رح نعيش بالقصر بعد ما نرجع من شهر العسل لهيك هو معصد كتير لحظة لحظة مين؟ مين بدو يعيش بالقصر؟ نحن لأنه أنا تصالحت مع أمي أنت قلتلي من قبل أنك قطعت كل علاقتك معهم وأنا قبلت تتزوجك لأنك وعدتني أنك ما رح تخليني يتواجه معهم بالمرة هذا الحل أفضل للكل وأنا مو موافق وما بوافق حتى لو كان بدي ينفصل عنك بس نحن ما رح ننفصل لو سمحت بدر بعرف أنك معصد أنه هو الموضوع شش ما رح ننفصل مو مش هنمهند على القليلة وكمان رح تتحمليني لفترة أصيرة مش هنلعالم تابع حركة إصبعي بعيونك ممتاز الضغط طبيعي يا دكتور وهذا التخطيط الأخير تابعه وضعه كتير منيح كيف حاسس حالك سامي بيك؟ ممنيح الوضع الصحي للمريض سامي عن يتحسن سامي اليوم رح يطالهم من أيلان البكاتر عن يقوله أنه رح يسمحوننا ناخد إفاق بعض الضهر فقلت لحتى خبرك روح موسيقى 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 محنات مرحبا نعمات موسيقى 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 موسيقى